أجرى قداسة البابا فرنسيس مقابلته العامة مع المؤمنين في ساحة القديس بوتروس في الفاتيكان واستهل تعليمه الأسبوع بالتوقف عند فضيلة التواضع التي هي أساس الحياة المسيحية والمضاد الأكبر للكبرياء والغطرسة وبيّن قداسته أن التواضع يعيد كل شيء إلى البعد الصحيح وقال نحن مخلوقات رائعة ولكنها محدودة ولديها نقاط قوة ونقاط ضعف حيث يذكرنا الكتاب المقدس منذ البداية بأننا تراب وإلى التراب سنعود وتابع الأبو الأقدس يقول لكي نحرر أنفسنا من الكبرياء يكفي أن نتأمل السماء المرصعة بالنجوم لكي نجد المقياس الصحيح وأوسع الحبر الأعظم حديثه عن التواضع بأنه مصدر السلام في العالم وفي الكنيسة إذ هو ينقذنا من الشر ومن خطر أن نصبح شركاء متواطئين معه وحينما لا يكون هناك تواضع يكون هناك حرب وانقسام والله قد أعطانا مثالا على ذلك في يسوع ومريم من أجل خلاصنا وسعادتنا